دايو بالإنجليزية دايوو بالكورية دوت دايو وكلمة دايو تعني باللغة الكورية الكون العظيم هي شركة تعرف باسم مجموعة دايو أنشئت بتاريخ 22 مارس 1968 تحت مسمى دايو للإلكترونيا وأصبحت مجموعة بعدما بدأت في صناعة السيارات والشاحنات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرمنزلية وصناعة السفن البحرية والصناعات الثقيلة مثل مركبات الحديد الصلب والبناء وتشيد الطرق لكن في عام 2000 دخلت مجموعة دايو في أزمة اقتصادية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت القارة الآسيوية فقامت الدولة الكورية بحل مجموعة دايو وحافظت على بعض فروعها من بينهم فرع صناعة السيارات والشاحنات وصناعة الحديد الصلب وفي عام 2003 أصبح فرع صناعة السيارات والشاحنات تابعة لمجموعة طاطا تاتا دايو استطاعت الشركة بعدها من النهوض مرة أخرى وهي الآن تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية حيث أن لديها إتت الواتين موقعا صناعي في أكثر من أربعين دولة علي مستوي العالم كما أنه ينتشر الكثير من مراكز الصيانة التابعة لشركة دايو والتي تحمل اسم صيانة دايو وتعتبر من أكبر مراكز الصيانة الموجودة في العالم دايو نوبيرا بالإنجليزية دايو نوبيرا هي سيارة عائلية صغيرة أنتجتها شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية دايو موتورز على ثلاثة أنماط هاتشباك وستيشن واجن وسيدان المحرك وحب ساكن وخمسة لتر ست عشر صمام ثنائي الكامة واحد ساة ستة لتر ست عشر صمام ثنائي الكامة أصدر الجيل الأول جي وان هنرد إلى السوق في عام 1997 تحت اسم دايو نوبرا واحد وكانت تباع حتى 1999 وقد طورت كبديل لدايو نيكسيا وصممت في إيطاليا بواسطة معهد IDEA الإيطالي وقد اعتنى بهندسة السيارة المهندس بورش السابق أورلش هلموت بيذ عام 2000 خضع الجيل الأول لأكثر من 90 تحسينا بواسطة مركز دايو التقني بالمملكة المتحدة وأعيد إصدار السيارة تحت اسم نموذج J15 في الأسواق الكورية كما تم تسويق النموذج الثاني تحت اسم دايو نوبرا 2 وتشمل التحسينات زيادة في مساحة الركاب وتقليل الضوضاء والاهتزازات وبالإضافة إلى ذلك تم تعديل التصميم الخارجي وجعله أكثر ديناميكية مما جعلها أيضا سيارة أنيقة وانسيابية وعائلية وسابقة عصرها من السيارات المنتجة في جيلها اسم نوبرا هو صيغة أمر من الفعل نوبيدا في اللغة الكورية والذي يعني التقاطع وهكذا قد جاء الاسم ليعني أن السيارة تقطع كل جوانب الكرة الأرضية محركات النوبرا هي 1.5 أو 1.1.6 أو 1.300 أو 2.0 لتر محركات البنزين على وضع إنلاين أربعة ولم يتم إصدار أي محرك ديزل للنوبرا على الرغم من أن هناك محركات صدرت بـ 1.9 لتر في عدد صغير من المركبات لغرض الاختبار في إطار برنامج التنمية المعروف باسم جي وحميس خفتي وان ظلت دايو نوبرا إثني جي واخن خمسين تنتج بقوة محرك 1.680 في مصر حتى عام 2009 في مصنع سابق لدايو حاصل على ترخيص من جي إم دايو وضيقت الحكومة المصرية آنذاك الخناق على مجلس إدارة فرع الشركة أبو الفوتوح موتورز بمصر وطلبت المشاركة في الإنتاج بالخامات وقطع الغيار المصنعة محليا والغير جيدة لصالح سيارات أخرى مما أدى إلى فشل السيارة بمصر بعد موديلات سنة 2006 دايو لانوس هي إحدى سيارات جنرال موتورز من الفئة الصغيرة اقتصادية ذات محرك وسحب أمامي فشركة دايو منذ أن بدأت في تصنيع السيارات وحتى قبل أن تشتريها جنرال موتورز وهي تعتمد تماما على تصميمات جنرال موتورز أوبل تحديدا بدأ مصنع دايو إيجيبت بتجميع دايو لانوس عام 1998 بالقاهرة وتوقف عام 2005 ثم في عام 2009 أعيد إنتاجها تحت مسمى شيفرولي لانوس لا زال خط إنتاج لانوس قائم حتى الآن في كل من مصر وروسيا وأوكرانيا الآداء من حيث الثبات ثبات اللانوس على الطريق معقول وإن كان يسوء إلى حد ما فوق المئة وعشرين ولكن يوجد حل بسيط لهذا المشكلة البسيطة هو تركيب جنوط سبور من نوع جيد قدرة السيارة على المناورة أفضل من معقولة الآداء من حيث الفرامل فرامل اللانوس تبدو إلى حد ما فقيرة تصميما ولذلك فهي تجاهد لإيقاف السيارة في أوروبا كانت اللانوس تأتي مجهزة بنظام فرامل ABS وبما أن فرامل اللانوس ضعيفة عادة يتم تعديلها إلى فرامل أوبل لأنها أقوى أما عن السلامة والأمان فكانت اللانوس تأتي مجهزة بوسادة هواء اختيارتين وجهاز انذار في التقفيل الأوروبي فقط وفي اختبارات السلامة حصلت دايو لانوس على نجمتين ونصف من أصل خمسة في الاختبار الذي أجراه المجلس الأوروبي يورو انسي أب وتحصلت على 6.92 من أصل 16 نجمة في الاختبار الذي أجراه المجلس الأسترالي انسي أب المتان شاسيه اللانوس يعتمد عليه تماماً فهو أحد الإبداعات القيمة للجنرال موتورز التي تهتم تماماً بمتانة الشاسي شركة زايل دايو باس هانجل دايو بيو بيوسو هي شركة كورية جنوبية لصناعة الحافلات ومملكة في الغالب من قبل شركة يونغ أنهات يونغ أنهات كومبني ومقرها في بوسان تأسست في عام 2008 وذلك خلال اندماج شركة دايو للسيارات وتستخدم هذه الحافلات في المقام الأول للنقل العام دايو للحافلات هي ثاني أكبر مصنع للحافلات الشركات التابعة الرئيسية وشركاء دايو للحافلات هي شركة زايل دايو باس بوسان وألسان كوريا الجنوبية غويلين دايو الصين شانجهاي وانشيانج دايو باس الصين دايو باس كوستاريكا أس دوت إي كوستاريكا دايو باس كوستاريكا أس أي كوستاريكا دايو باس فيتنام هانوي فيتنام دايو باس كازاخستان سيماي كازاخستان دايو باك موتورز بي في تي المحدودة كراتشي باكستان دايو باك موتورز بي في تي المحدودة كراتشي باكستان شركة التصنيع الكولومبية سانتا روزا لاغونا الفلبين شركة صناعة حافلات النقل الرئيسية المحدودة تايوان حافلة الدايو بي اكس 2-12 فورسوغي ساكي كانكو باس اليابان حافلات النقل الكبيرة نموذج جديد FX-2-12 سوبر كروزر FX-1 نوابيني كروزين ستار FX-1-16 وعنهن 15 كروزين أرو Some of FX-1-116 are operating as line bus in South Korea with CNG engine حافلات النقل متوسطة الحجم BF-1-6 Front Engine Diesel BHZ-Watticene Royal ستار